بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحاب وأزواج أمهات المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هل صلاتنا خاشعة عندما نصلي هل نستحضر عظمة الله ونحن بين يديه هل نأتي إلى الصلاة بأجسامنا أم نأتي إليها بقلوبنا وعقولنا هل نحن إليها بالأشواق هل إذا حزبنا أمر أو نزل بنا هم وغم نهرع إليها ونفزع إليها ونقول أرحنا بالصلاة كما كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال الصلاة راحة ولكن لمن أتى إليها بالقلب لا بالقالب الله يريد قلوبا قبل القوالب يريد قلوبا وعقولا قبل الأجساد والأبدان قال ربنا جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الصلاة صلى نرسل فيها الدعاء ونستقبل فيها العطاء من رب كريم الخشوع هو باب العطاء نريد من يسمعنا يسمع شكوانا يلبي حوائجنا كم في القلوب من حاجات والصلاة هي باب الدعاء وباب المناجاة ولكن شرطها الخشوع كم كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاشعا في صلاته كم دخل عليه أصحابه ويجدون دموعه على لحيته وثيابه ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء روى التبراني أن مرأة يقال لها قيلة هذه المرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأرعدت من الفرق من تخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسته كان يجلس القرفصاء متخشعا فأرعدت المرأة من هذا الخشوع العجيب أي جلسة كانت هذه فقال أحد جلساء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد أرعدت المسكينة من تخشعه في جلوسه فقال عليه الصلاة والسلام وهي وراء ظهره لم ينظر إليها عليك السكينة أيها المسكينة قالت فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب ما كان دخل فيه أي من هذا الخوف عندما رأت هذه الهيبة أي هيبة كانت عليه وهو جالس هذه الجلسة المتخشعة بين يدي ربه نريد في الصلاة أن نعيش فيها مع ما نتلوه أو مع ما نسمعه من الإمام نتدبر في هذه الآيات كم كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا إذا صلى بالناس لم يسمعوا قراءته من بكائه كان في خد عمر خطان أسودان من البكاء وثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم الليل كله بل قرآن كله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد صلاة الفجر يقبض يده على لحيته ويبكي ويقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق إنما يخشى الله من عباده العلماء أعلم الناس بالله هم أخشاهم لله الخشوع في الصلاة أمر نحتاج إليه حتى يكتب القبول لهذه الصلاة الصلاة صلة عظيمة باب فتحه الله تعالى لهذه الأمة وربط الخشوع ليس بالصلاة وإنما بالخشوع فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة نتعلم فيها كيف نستحضر عظمة الله وأن الله ينظر إلينا إذا كنا بين يدي أحد من عظماء الدنيا نحاسب على كلامنا نستحضر بعقولنا وقلوبنا كأن على رؤوسنا الطير وهو عبد من تراب وسيصير إلى تراب الوقوف بين يدي الله تعالى يرفع العبد درجات والصلاة تصعد فوق رأسه لها نور إلى السماء ولكن إذا دخل إليها مع غفلة قلب فليس له من صلاته إلا ما عقل منها ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها الخشوع في الصلاة يبدأ قبل الدخول فيها كثير من الناس يشكو أسه في صلاتي أغفل في صلاتي لا أجد استحضارا أسمع هذا الكلام الجميل وعند التطبيق أجد صعوبة هل تعرفون السبب؟ السبب أننا لا نعظم هذه الفريضة أن نأتي قبل وقتها بعض الصالحين رأوه في المسجد قبل الأذان فسألوا لماذا أنت هنا؟ قال أَوَ كُلَّمَا نَادَ عَلَيَّ سَيِّدِي لَمْ يَجِدْنِي؟ أَوَ كُلَّمَا نَادَ عَلَيَّ سَيِّدِي لَمْ يَجِدْنِي؟ وبعض الصالحين يقول إذا رأيت نفسك تجر رجلك إلى الصلاة جرا فابكي على نفسك هل رأيت حبيبا لا يريد لقاء حبيبه؟ التثاقل والتكاسل عند القيام إلى الصلاة من صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا ولا يذكرون الله إلا قليلا أحد الناس دخل إلى المسجد فرأى حاتم الأصم فأعجب بصلاته كان يسمى لقمان هذه الأمة حكيم هذه الأمة فالرجل أعجب بصلاته فسأل حاتم كيف تصليه؟ أرى فيك تخشعا وحضورا أعجب من هيئته في الصلاة فقال له حاتم إذا حضر وقت الصلاة أسبغ لها الوضوء ثم أنظر إلى المكان الذي أصلي فيه فأستجمع جوارحي وإذا قمت إلى الصلاة أجعل الكعبة بين حاجبي والجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي وملك الموت من خلفي وأظنها آخر صلاة والله ناظر إلي ثم أكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع ثم أتبعها الإخلاص وأفعل ذلك في صلاة كلها وإذا خرجت من صلاة لا أدري أقبلت مني أم لا تعلمنا من هذه الكلمات أن الذي يريد أن يخشع لا بد أن يجهز ويحضر لهذا اللقاء إنه لن يقف بين يدي أي أحد بين يدي الله الخالق العظيم الصلاة هي معراج للمؤمن والخشوع هو الذي يجعل الدنيا تصغر في عيوننا لأننا عرجنا الإنسان إذا كان على بناية شاهقة يرى الناس كالذر والنمل ما بالكم إذا ركب طائرة يرى المدينة كلها كحلقة في فلاء كلما ترقى وصعد بخشوعه كلما صغرت في عينه الدنيا وعظمت الآخرة اللهم اطلع علينا اعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك كم كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاشع في صلاته كان يحب هذا اللقاء ويكثر السجود ويطيل السجود ويطيل الدعاء وإذا نزلت عليه الآيات يستحضرها بقلبه عطاء أحد التابعين ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وكان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا أم المؤمنين أخبرين عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله عنها وقالت أي أمره لم يكن عجب ليلة استأذنني فقال يا عائشة دعيني أتعبد لربي فقلت إني أحب قربك ولكن أوثر هواك أو أوثر رضاك قالت فقام فتوضأ وصلى قام قياما طويلا فبكى حتى بلل لحيته وركع ركوعا طويلا وبكى حتى بلل ثيابه وسجد سجودا طويلا فبكى حتى بلل الأرض لم يزل قائما راكعا ساجدا باكيا من فتل من صلاته حتى جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر والله هذه ليلة من لياليه المشرقة لولا أن عطاء سأل لما كشف النقاب عن ليلة مشرقة مضيئة من ليالي نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بلال فرآه على هذه الهيئة قال يا رسول الله ما لأراك باكيا قال يا بلال نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذه الآيات هي التي نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام كم نسمع في القرآن من آيات تحتاج منا إلى وقفة حتى نتدبرها بقلوبنا وعقولنا القرآن كلام الله تعالى إلينا لا لنتلذذ به ونستمع إليه وانتهى دوره إنما جاء ليكون منهج حياة لنعمل به حتى نؤجر ولذلك ترى في القرآن أن الإيمان دائما مربوط بالعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قال الذين آمنوا وسمعوا أو كتبوا أو قرأوا الصالحات إنما ربطها بالعمل والخشوع في الصلاة يجعلها زاد يقوين على متاعب الحياة ومصاعبها الإنسان مننا يا إخواني ويا أخواتي ضعيف أمام الشهوات أمام الفتن نريد الزاد لننطلق في محطات البترول تجدون هذه الكلمة يقولون تزود وانطلق دون التزود كيف تنطلق أنت من الصلاة تتزود ولكن الشرط أحضر فيها بقلبك تتزود فيها يقينا صبرا سعة صدر سماحة تستطيع أن تواجه الدنيا كلها بصدر واسع لا يأتيك اكتئاب ولا ملل ولا ضجر ولكن دائما راضي الرضا والصبر والتمأنينة هذه كلها عطايا جعلها الله تبارك وتعالى في طي الصلاة لأن الصلاة صلة ونحن نقف بين يدي كريم ورب رحيم يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صلاة خاشعة نستحضر عظمة الله فيها بقلوبنا ونكون فيها بجوارحنا خاشعين لا نعبث لا نلهو لا نغفل ولكن نخرج من هذا اللقاء بزاد يعيننا على فتن الحياة وبلايها نسأل الله أن يرزقنا هذه الصلاة الخاشعة قبل الممات بارك الله لي ولكم ألقاكم بإذن الله تعالى فالغد على خير وطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة